السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله رجعت معكم بوحد الوصفة اللي هي لديدة وسهلة دائما في قناتي ديما مع الوصفات السهلة واللديدة اليوم ان شاء الله رجعت لكم السفنج ديال المعلقة كنتمنى تعجبكم بطريقة اللي غد نحضر معكم اليوم كيف مكيبا لكم هادو من المكوينة طبساتين عندي واحد شوية ديال الملح واحد شوية ديال الخميرة ديال العاجين الخميرة الطرية عندي ماء دافئ اللي دفيته من قبل وعندي 400 جرام ديال دقيق دقيق الفورس يعني دقيق الرطب اللي كان قولو هادو من المكوينة اللي غادي نحتاجه ومطابعة الحالة عندي زيت اللي يلقى لي اول حاجة غادي نديروها غادي نكبو الدقيق في واحد البولة من بعد غادي نضيفو عليها الخميرة والملح مكوينة بسيطة وطريقة سهلة ما كتحتش منها بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال المكوينات ومن بعد دروكا غادي نبدأ نعجل خالط ديالي بشوية ديال الماء الدافئ غادي نبدأ ونحركه بالملعقة ونبدأ نخول ما شوي بشوية كيف ما كان عارفو السفنجرة معروف عندنا في المغرب ولكن انا درت هات الطريقة كتجي سهلة خاصة للمبتديئات ومن بعد غادي نبدأ ندلك العاجين ديالي باليد اكده غادي تدلك عندنا العاجين جيدا وغادي يتلق لنا الخيط كيف ما كيبال لكم غادي نتحصلوا على العاجين بهذا الشكل ومن بعد غادي نخلي وهي اختامر هنا مني خليت العاجين ديالي تختامر هذي هي النتجة اللي تحصلت عليها يعني غادي نخلي وهي المده ديالي ساعة المقانة ومن بعد غادي ندير الزيت ديالي تتسخن وغادي نبدأ الدبا باش نقليو العاجين ديالنا غادي نبدأ نهز واحد الكمية بالملعقة كيف ما كيبال لكم ونحاول نهبطها في الزيت كيف ما كيبال لكم راكيت تنفخ طريقة ساهلة وفي نفس الوقت النتيجة هائلة كنتمنى تجربوها يعني اي واحد يقدر يصيب هذا الوصفة كيف ما كيبال لكم هنا قادي نحاول نخلي حتي تقلى من الاحسن يعني في الاول تكون النار عالية ومن بعد غادي تخفو شوية النار اكده ما يجينش مع الجن من الداخل غادي نتسنو على البنية ولا السفنج ديال نحتي تقلى ويتحمر من بعد غادي نزوله من فوق النار كتكون واحد النتيجة اللي هائلة كنتمنى تجربوها هني غادي نزول السفنج ديالي وغادي نبدأ ندير كمية واحدة اخرى غادي نبدأ نهز واحد الكمية بالملعقة يعني ما تديروش كمية كبيرة غادي تزو واحد الكمية صغيرة بالملعقة وتحطوها فستاز زيت على نار عالية ومن بعد غادي نقصو النار ونخليوه يطيب على نار مهيلة كيفما كيبال لكم غادي نبقى مستمر رح تنكمل قاعدة كمية اللي عندي يعني مني كنكبوه في الزيت راكي تنفخ كي يجين على هاد الشكل طريقة سريعة نديروها باش نشربو قاتاي ولا القهوة ومن بعد هادي انتجة اللي كانت تحصلوا عليها يعني نتيجة هائلة كنتمنى تجربوها وان شاء الله رغادي تعجبكم من المدق ديال السفنج العادي اللي كان عرفو ولكن بطريقة سريعة وسهلة وممكن نوجدوه في آخر لحظة الشكل ديالو لديد وكنتمنى تجربوه وهذا هو النتيجة اللي كانت تحصلوا عليها من الداخل يعني نفسفنش بحال الشفنج العادي اللي كان شريو كيفما كي بللي كومرا مرق من الداخل وممكن نضيفو عليها واحد شوية سقار يعني اللي بغا يدير فيه واحد الكيميادية السقار كي يجيل ديدو هائل وهذه الوصفة ديالنا وبسلامه في وصفة اخرى ان شاء الله